نواصل الحوار الليلة حول أمريكا وإسرائيل نفوذ اللوب اليهودي بين الحقيقة والخيال أرحب بر أخرى بضيفينا في هذا الحوار معنا من لندن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن ومؤلف كتاب أوباما والشرق الأوسط الدكتور فواز جورجس معنا أيضا من واشنطن رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين الدكتور زياد العسلي بإمكانكم أيضا المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك نأخذ الآن بعض المشاركات التي وردت قبل قليل عبدالله السبيع يقول في مشاركته على فيسبوك ليس هناك تأثير مهم للعرب في القرار الأمريكي بسبب ضعف وتشتت وتشرذم العرب فرج صالح يصف نفوذ الليباك بأنه نوع من الخيال يراد به حقيقة القوة الوحيدة التي تفرض قراراتها والقوي صاحب حق فهل العرب أقوية؟ عبداللطيف بوعالي يرى أن أموال العرب وثرواتهم يمكن أن تستخدم كسلاح لخدمة قضايا العرب والضغط على خصومهم أما عبير الجبار فتصف الأيباك بأنه ليس لوبي يهودي بل إسرائيلي إذ فيه يهود ومسيحيون وهمهم حماية إسرائيل المشاهد عبدالنور العابد يشير إلى أن اليهود يضخون أموالهم لبسط نفوذهم على السياسة الأمريكية والعرب يتسابقون لضخ أموالهم في أمريكا لكسب رضاها على سياساتهم أحمد عبدالحميد بن مصر يعتقد من جاته بأن من الممكن أن يلعب المال العربي دورا في الاقتصاد والإعلام لأنه ذو تأثير إيجابي كبير بالرأي العام الأمريكي عبدالسمية أعرود من المغرب يتساءل ما الذي يدفع بالولايات المتحدة كي تضع أمنها وأمن حلفائها جانبا من أجل مساندة مصالح دولة أخرى من ناحيته عباس زيني يرى أن الحديث عن لوبي عربي مزحة كبرى لا تأخذ بعين الاعتبار أو لا تأخذ حالة التشرذم وقلة الوعي بالمصالح الاستراتيجية للدول العربية أخيرا عبدالباصط بوخريس يعتبر أن نجاح اللوبي اليهودي في أمريكا يرجع إلى تغلغلهم في مؤسسات المجتمع الأمريكي من سنوات طويلة أعود مرة أخرى إلى ضيفي مشاركات حقيقة كلها في مكانها ربما يود الضيوف التعليق عليها ولكن لدي السؤال دكتور جرجس لو استعرضنا قائمة المتحدثين في مؤتمرات الإيباك كل عام فنرىها تضم أهم شخصيات السياسة والاقتصاد والقرار والكونغرس في الولايات المتحدة بدءا من الرئيس أوباما ونزول كما يقال باللغة العامية لماذا يتصابق كل هؤلاء على كسب رضا دولة صغيرة هل هؤلاء الأشخاص مقتنعين بالفعل بأن مصلحة الولايات المتحدة هي في ضمان أمن إسرائيل هي في الحفاظ على إسرائيل دولة قوية في الشرق الأوسط في خطابه أمام إيباك البارحة نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في جملة مهمة قالها أمام المشاركين قال أن مصلحة الأمريكية الحيوية الزاتية تكمن في المحافظة على أمن إسرائيل وقال أن هذه المصلحة الأمريكية إنه يعبر يحاول الحديث بأن المصلحة الأمريكية الحيوية تكمن لأن إسرائيل جزء لا يتجزأ من المنظومة الإستراتيجية الأمريكية ولكنني أنا أعتقد الحقيقة وأعود للمشاهد العربي أن أهمية إيباك أهمية اللوبي الصهيوني تكمن في التأثير الثقافي والإعلامي والمادي يعني لا يمكن إنقار القضية الثقافية يعني أنت عندك شريحة قليلة للغاية بالنسبة للعدد والنسبة ولكن دورها الثقافي والإعلامي والمادي رهيب للغاية النقطة الأخرى التي أريد التركيز عليها الحقيقة أنه من الأهمية بمكان عدم المبالغة بالتأثير الفعلي لإيباك في عملية القرار الأمريكي إيباك تريد السياسيين الأمريكيين أن يعتقدوا أنها تتكلم وتمثل الجالية اليهودية هذا ليس صحيح إيباك لا تمثل الجالية اليهودية هي تمثل اليمين اليهود الأمريكي واليمين المسيحي لأن هناك العديد من اليهود لا يشاركون إيباك نظرتها المتطرفة إلى الصراع العربي الإسرائيلي نقطة في الأربع سنوات الثلاثة الأنوات الماضية إيباك حاولت جاهدة التأثير على الصوت الانتخابي اليهودي ضد باراك أوباما وخاصة في السنة الماضية إيباك كانت ضد باراك أوباما في الواقع حوالي 60% من الشريحة اليهودية صوتت لباراك أوباما ضد مترامني المرشح الجمهوري وهذا يدل على التنوع السياسي ضمن الشريحة الجالية اليهودية على غير ما تريد منظمة إيباك الحديث وإقناع الجمهور الأمريكي ولكن يقال دكتور جيرجس تقليديا أن الناخبين الأمريكيين من خلفيات يهودية يميلون تقليديا إلى التصويت مع الحزب الجمهوري بمجمل الوضع وليس بكل الأحوال صحيح ولكن الحقيقة الحملة على باراك أوباما كانت شرسة للغاية وخاصة من قبل اليمين المسيحي في الولايات المتحدة واليمين تبع اليكود هناك تحالف الحقيقة بين اليمين المسيحي واليمين الإسرائيلي من أجل حقيقة التأثير على الصوت الانتخابي هذا لم يحدث النقطة الأخيرة الحقيقة في الواقع أنت سألتني سؤالا قبل الفاصل على الرغم من الوضع الأمريكي الاقتصادي الصعب تتفاخر إدارة باراك أوباما أنها على الرغم من كل المشاكل الاقتصادية حاولت وقالها جوزف بايدن البارحة أن الولايات المتحدة حافظت على التفوق العددي والنوعي الإسرائيلي على كل دول المنطقة العديد المئات من المشاركين في الاحتفال تبع منظمة إيباك سوف يذهبون إلى القونغرس اليوم وغدا لكي يؤثروا على قضية التمويل لإسرائيل على رغم من كل المشاكل الأمريكية الاقتصادية أنا أعتقد أن طبيعة ونوعية المساعدات المادية والعسكرية إلى إسرائيل لن تتغير وخاصة لأن تأثير إيباك هو مهم جدا في القونغرس القونغرس هو الذي يلعب الدور الرئيسي في تحديد طبيعة ونوعية ونسبة المساعدات المادية للدول الخارجية دعنا نتحدث عن هذا الموضوع دكتور عسلي مسألة إعطاء إسرائيل هذه المزايا في وقت تمر به الولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي بأوضاع صعبة من ثلاث أربعة أيام كان هناك نقاش طويل عريض بين الرئيس والكونغرس على التخفيضات تصل قيمتها إلى 85 مليار دولار وتعلم كيف الرئيس أوباما عانى في هذا الموضوع مع الجمهوريين الآن الإيباك تسعى إلى منح إسرائيل صفة حليف استراتيجي رئيسي ما يشمله ذلك من تحصين لإسرائيل من أي تخفيضات في المساعدات الممنوحة من الولايات المتحدة كيف يشعر الناخب الأمريكي عندما يعلم أنه يقتطع من البرامج التي تنعش التعليم والصحة والرعاية وكل هذه الأمور ولكن في الوقت نفسه ما زال يضخ الأموال في جيب الإسرائيليين خليني أنا أحكي لك الحقيقة الحقيقة أن المواطن الأمريكي لم يسمع بهذه القضية ومعظم الواطنين الأمريكيين لن يسمعوا بهذه القضية ولا يتأثروا بها إن عرفوا دعنا نواجه الموضوع الحقيقي ولمصلحة تأثير على السامع العربي لكي يفهم الحقيقة أيضا أن المهم الأساسية للوبي اليهودي ومختلف تشكيلاته الإيباك وغيره وغيراته وعا مع الطوائف المسيحية الجديدة التي تدافع عن الصيونية كلها نجحت في إقناع أمريكا وبناء استراتيجية أمريكا عبر العقود على علاقة استراتيجية مميزة بين أمريكا وإسرائيل لن نستطيع أن نحطم هذا الربط بين أمريكا وإسرائيل ولا نستطيع أن نعيد التاريخ وأن نكتب مستقبل جديد دعونا نكون واقعيين نستطيع نعم ولكن على مستوى الناخب العادي دكتور أسل أنا أتسأل كيف يمكن لدافع الضرائب الأمريكي العادي أن يقبل بأن يقططع من ميزانية التعليم والصحة ولكن إسرائيل مساعداتها لا يمسها أحد بدل ما نحط جهدنا على شيء مشرع يفيدنا بشكل حقيقي إيش يفيدنا بشكل حقيقي إذا ركزنا على طلب ماذا نريد نحن ماذا نريد نحن دعونا نقوم بأن دولة فلسطينية 70% من الأمريكان مع دولة فلسطينية 70% من يهود أمريكا مع دولة فلسطينية الصناعة القرار في أمريكا هي بيد الاقتلافات والتحالفات ليست بيد أي منظمة أو بمجموعة واحدة فيجب أن نعمل على خلق اقتلاف طبعا العرب لحالهم بأمريكا لن يستطيع أن يفعلوا أي شيء ولكن اقتلاف من أجل خلق دولة فلسطينية ممكن وممكن أن نعرفه نحن ويعرفه غيرنا بأنه مصلحة استراتيجية أمريكية عليا وهذا شيء ورد لحد الآن قاله رئيس الولايات المتحدة مرتين الماضي والحال ووزيرة الخارجية السابقة ووزيرة الحالية كل هذا شيء صار ممكن أن نعرف مصلحة أمريكا الاستراتيجية بخلق دولة فلسطينية إذا وضعنا جهدنا في هذا الشيء ومن غير ما نضرب رأسنا بالحيط نحكي بأشياء جانبية بالفعل العلاقة الاستراتيجية خليهم يا أخي خليهم يكون عندهم علاقة مع إسرائيل ولكن نريد علاقة استراتيجية مع العرب مع الفلسطينيين للمحافظة على العلاقات الاستراتيجية مع العرب التي تتأثر بسبب هذا الموضوع دكتور جرجس وزير الدفاع الجديد شاك هيكل تعلم كم كان هناك انتقادات كثيرة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول تعيينه في هذا المنصب لأنه ينظر إليه على أنه غير متعاطف بما فيه الكفاية مع إسرائيل اليوم شاك هيكل التقى إهود باراك وعبر عن دعمه لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية القبة الحديدية ومقلاع داود على الرغم من كل الاقتطاعات التي لحقت بوزارة الدفاع الأمريكية وبالميزانية الأمريكية كيف يسوق السياسي الأمريكي وصانع القرار هذه المسائل للناخب الذي في نهاية المطاف هو الذي يختار لهذا المنصب استاذ مهند نقطة مهمة للمشاهد العربي أنت الحقيقة تعتقد سؤالك يعتقد أن الناخب الأمريكي ناخب الحقيقة يعرف بخبايا السياسة الخارجية أو أنه مهتم بالسياسات الخارجية أو أنه الحقيقة يقرأ عن السياسات الخارجية نحن نتكلم الحقيقة عن نخبة سياسية أمريكية صغيرة للغاية السياسات الخارجية يا الأسف لا تهم المواطن الأمريكي هذا في حالات البحبوها عندما يكون الاقتصاد جيد والأمور منتعشة قد لا يكترف الأمريكي أنه يمول إسرائيل بالأموال ولكن عندما يأخذ من جيبه ويدفع لإسرائيل فأعتقد منطقيا يجب أن يكترف له والسؤال الحقيقي الأهم يصور على أن أمن إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من الأمن الإستراتيجي الأمريكي أنا ذكرت لك الجملي المهم بخطاب جو بايدن البارحة أمام إيباك قال أننا نهتم بأمن إسرائيل لأن أمننا الحاوي يتطلب أمن إسرائيل يعني هم يربطون علاقة عضوية بين أمن إسرائيل وبين أمن الولايات المتحدة ومن هنا لا يمكن فهم إلا في السياق نحن نتكلم حوالي أربعة أو خمس عقود من تثبيت هذه القناعات في المخيلة الأمريكية لا أعطيك مسأل صغير ثاني عن صياغة السياسة الخارجية الأمريكية عندما وصل باراك أوباما إلى سدة الرئاسة قال أن إنشاء دولة فلسطينية هو أمر حيوي إسراتيجي أمريكي الجيش الأمريكي قال أن هناك علاقة عضوية بين إنشاء دولة فلسطينية والأمن المركزي الإسراتيجي الأمريكي ولكن عندما واجه باراك أوباما الحقيقة ردا مرفوضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامي نتنياهو تراجع باراك أوباما لأنه وصل إلى قناعة أو أنه أقنع نفسه أو أنه أقنع من خلال مساعدته أن علاقة محاولة إقناع بنجامي نتنياهو هو مكلف له تكلفة سياسية ثمنا ضاهظا وهذا الحقيقة من أهم الأدوار الذي تلعبه إيباك مع أنني أعتقد أن باراك أوباما كان يستطيع أن يصيغ سياسة ويتنازل مع إيباك وينتصر فيه لو كان لديه الرغبة والإدارة والشخصية الشجاعة في هذا المجال لديه حوالي دقيقة ونصف دكتور عسلي هل ما يشهد العالم العربي اليوم من تغييرات ما يسمى بالربيع العربي ساهم في تعاطف أكثر من قبل الأمريكيين مع القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية أعتقد أن هذا كان أول انطباع بعدما بدأت هذه الثورات بالثورة على الطغيان والسعي نحو الحرية والديمقراطية والمثل التي تؤمن بها أمريكا أو تقول أنها تؤمن بها الآن الموقف تغير بسبب الممارسات التي نراها على الأرض ولكن لا تزال هناك فرصة حقيقية باستغلال هذا الموضوع بشكل أساسي وطرحه جميعا تحت مظلة المصلحة الأمريكية الأمنية الإستراتيجية العليا يجب أن تستتب هذه المنطقة وتستقر وأن تكون المصالح السياسية والبترولية وغيرها الأمريكية مؤمنة بعلاقات جيدة مع العرب وذلك يقتضي خلق دولة فلسطينية من هنا لدينا المدخل من هنا لدينا المدخل في أمريكا واللوبي والآخرين بخلق ائتلاف تحالف أمريكي عريض ومقوماته كل موجودة على الأرض ولكننا نشغل أنفسنا دائما بالحرب ضد إسرائيل إسرائيل لا نستطيع أن ننتصر عليها في داخل أمريكا إطلاقا كما لا نستطيع العرب أن ينتصروا عليها عسكريا في الشرق الأوسط الموضوع هو خلينا نحن ضد الاحتلال ولكن لا نستطيع أن ننتصر بأي معركة تدعو إلى محو إسرائيل أو هزيمة إسرائيل فمن هنا إذا كانت سراتيجيتنا معقولة ممكن أن ننتصر شكرا جزيلا لك دكتور زياد العسل رئيس فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين كان معنا من واشنطن وشكرا لضيفي من لندن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة لندن ومؤلف كتاب أوباما والشرق الأوسط الدكتور فواز جيرجس ترجمة نانسي قص Etherois